امبارح كان ختام مهرجان العالمين الجديدة المهرجان اللي بدأ في يوم 11 يوليو استمر معانا اكتر من 50 يوم عشنا معا لحظات جميلة جدا ومبهرة مشاركة متميزة من كل المؤسسات في كل الفعليات سواء كانت الفنية الرياضية او كمان الثقافية حضور ممتاز من كل الفئات العمرية وطبعا ده جير التخطية الاعلامية المميزة جدا اللي كانت من بداية فعليات المهرجان من كل الزمل الاعلاميين في مختلف القنوات ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة وكمان المنصات الاعلامية المختلفة خلوني استعرض مع حضراتكم بيان ختامي من مهرجان العالمين الجديدة ومبارح كمان كانت اصدرته اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة 20-24 البيان الختامي لمهرجان جي كالتالي اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة 20-24 أعلنت عن انتهاء النسخة الثانية من المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط بمدينة العالمين الجديدة واللي بتنظموا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك بعد نجاح المهرجان بشكل غير مسبوء في تحقيق أفضل خدمة توعوية وتفقيفية وسياسية وتنموية ومجتمعية للدولة المصرية وأبنائها ده بتنفيذ عدد غير مسبوء من الفعليات الشملة ومشاركة كل أطياف المجتمع المصري وفئاته العمرية والصحية والاقتصادية والتعليمية وكمان استقبال زوار من 104 جنسية لدولة أجنبية وكذلك عدد كبير من المسؤولين والديبلوماسيين العرب والأجانب بعدد قياسي من ساعات العمل المستمرة حيث استغرقت الأعمال التحضيرية والتجهيزية أشهر طويلة من العمل الشاق لضمان أعلى معايير الجودة والأمان حتى انطلق المهرجان وتواصلت الفعليات على مدار 50 يوم تقريبا من غير انقطاع منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل ومشاركة عدد كبير من المصريين العاملين والمتخصصين والفنيين والشركات والمؤسسات بالتخطية حية على الهواء مباشرة على معظم المنصات الإعلامية والصحفية المرئية والمسموعة والمقرؤة ورقيا وإلكترونيا طبعا بنتكلم ومتابعة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفة الإقليمية والدولية وذلك بعد تحقيق نجاح هائل في الترويج لمصر سياحيا وتنمويا وارتفاع معدلات المبيعات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية والإقبال السياحي متنوع الجنسيات بالسحل الشمالي والمحافظات المحيطة محققا كامل أهدافه التي أقيمت هذه النسخة من أجلها هذا وتتقدم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة بالشكر والتقدير لكل المصريين اللي شاركوا في إنجاح هذا الحدث الضغط ولرئاسة مجلس الوزراء المصري وكل الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات المعنية والتاباع على التعاون والمؤذرة وتذليل العقبات والمشاركة الإيجابية والدعم الكامل للمهرجان كما تتقدم بالشكر للشركة الخاصة مقدمة الكدمات والهيئات الرعية وأصحاب الأنشطة الخاصة المشاركين والأيدي العامة من الشباب المصري كما تثمن إدارة المهرجان دور أطقم العمل الإعلامية والصحفية والإبداعية التي سقلت ونقلت هذا النشاط الكبير لمصر والعالم في أبهى صورة كما تؤكد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان والتي تتشكل من السيد عمر الفئي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة والإعلامية قصواء الخلالي مدير مهرجان العالمين الجديدة والتخطيط والمحتوى والأستاذ عمر أحمد مدير التنفيذ لمشروعات والتنسيق والأستاذ أحمد فاي المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي والأستاذ ناش وجاد مدير مواقع والتطبيقات الإلكترونية لمهرجان والأستاذ فتح بدر مدير المتابعة والتنظيم والأستاذ طارئ شرف مدير الأنشطة الطرفيهية والأستاذ علي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية والأستاذ أمجد سلامة المدير المالي والإداري والأستاذ وائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة الأستاذ محمود التوني مدير التشجيل والتنفيذ الإعلامي والأستاذ محمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي وطبعا زمانينا العزاء الإعلامي إبراهيم عبد الجوادة متحدثة رسمي باسم مهرجان العالمين الجديدة والإعلامية لما جبريل متحدثة الرسمية باسم المهرجان والشركات المساهمة في إقامة وتنظيم المهرجان في هذا العام وهم UMP, B Group, ITOS, Egyptian Outdoor, POD, Tascarti, DS Plus, 30 Degrees وكليكس وطبعا دول يمثلوا بكلهما الإدارة والتنفيذ كاملين لمهرجان على تقديم نسبة 60% من أرباح مهرجان العالمين الجديدة في هذا العام دعما طبعا للقضية الفلسطينية وذلك سيرا على نهج الدولة المصرية وقيادتها العظيمة في تبني قضية القضايا كمان تقديم أفضل ما لدى الجمهورية طبعا جمهورية مصر العربية لحماية حق الشعب الفلسطيني التاريخي والإنساني في الحياة هذا وتعرب إدارة المهرجان عن خالص تقديرها وكمان شكرها العميق وامتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة المصرية والقيادة السياسية طبعا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليف وتشريف بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه داعينا الله عز وجل أن يجمعنا مع المصريين وقيادتنا الرشيدة على الخير مجددا في عام عشرين لخمسة وعشرين بأفضل حال حتى نلتقي في النسخة الثالثة من مهرجان كل المصريين مهرجان العالمين الجديدة طبعا بيان مميز بيبين قد إيه المجهود اللي تعمل علشان يظهر المهرجان بالشكل المميز اللي شفناه ده وكمان احنا بنشكر اللجنة المنظمة خمسين يوم عيشنا فيهم كل يوم فرحة مختلفة نجاح الدولة المصرية بالمشروع السياحي العظيم جدا اللي نجح فيه خلال عامين من تحويل مدينة الألغام مدينة الأحلام أصبحت كما يطلق عليها دلوقتي ده حصل في أقل من شهرين بقية العالمين الجديدة قبلة للمشاهير والكل الزوار من مختلف أنحاء العالم